فيما يلي قراءات جديدة في عنوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية وبدايتها من فرنسا حيث سلطت يومية لفيكاغو الضوء على الخطة الإسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن وأكدت اليومية أنه في الوقت الذي يستعد فيه بنيامين ناتنياهو لاتخاذ خطوة جريئة أخرى من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على مساحات كاملة من الضفة الغربية المحتلة من المحتمل أن تتكرر ردات الفعل من جديد بدورها وصفت يومية لبغ بلجيكا البلجيكية ضمن افتتاحيتها الخطة الإسرائيلية للضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستفزاز وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه من خلال برمجة إعلان حول هذا المشروع الذي يرم توصيع سيادة إسرائيل على نحو 30% من التراب الفلسطيني أثر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو رجت امتدت ارتداداتها إلى الساحتين الإقليمية والدولية وفي موضوع آخر أفادت صحيفة The Guardian البريطانية بأن أزيد من 6000 وظيفة في قطاع البيع بالتجزئة ألغيت في المملكة المتحدة حيث بدأ تأثير الوباء على التجارة في التفاقم مع اقتراب انتهاء مخطط المساعدة الحكومية للشركات صحيفة فرانكفورت الألغمينت سايتونغ الألمانية تمت من جانبها بخطة الحكومة الألمانية لتشديد الحقوبات ضد العنف الجنسي والمواد الإباحية الخاصة بالأطفال مشيرة إلى أنه يبدو بأن الضغط أصبح كبيرا للغاية نظرا لمدى انتشار العنف ضد الأطفال وتفشي هذه الجرائم على الشبكة العنكبوتية وفي إسبانيا تمت يومية البايس على الخصوص باستعادة حرية الحركية والتنقل بين إسبانيا والبرتغال بعد فتح الحدود التي كانت مغلقة بين البلدين الجارين وكتبت صحيفة البايس أنه بعد ثلاثة أشهر ونصف من الإغلاق غير المسبوق للحدود بين إسبانيا والبرتغال قام العاهل الإسباني الملك فيليب بيسادس ورئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا بإدفاء الطابع الرسمي على إعادة فتح الحدود بين البلدين في عمل رسمي جاء ليؤكد بشكل رمزي على أن أسوأ ما في الأزمة قد مر ترجمة نانسي قنقر